وبقول له بجد قلشت منك يا أستاذي أنا حاسم كش تستاهل لغنية بس يا جماعة أنتو بتبيع للناس حاجة غلط أنت بقالك سنة يا أمجد أنا ما شفتش برنامج جاب مطر بتكلم معاه في الطرب هي المكتبة الموسيقية اللي اختراعها طريق مدكور أو اللي شكلها طريق مدكور في بداية الألفية فيه اتفاقات مالية وفيه تسبيطات بتحصل أنا حطها من أفضل عشر أغاني في العشرية الأولى من الألفية الانطلاقة الانطلاقة انا حطها من أفضل عشر أغاني في العشرية الأولى من الألفية دي هتخش أنا في رأي دقالها رامي صبري اللغنية دي حبيبي الأولاني تحديدا بطاقة أو جواز صفر رامي صبري للمهور أنا أفاكر الوقت ده كويس أول 2006 سيف 2006 يوليو 2006 وكنت بفتح ميلودي مزيكة أو مزيكة يعني قنا منهم ولقيت الأغنية قدامي فإيه ده مين ده يا هارف انت أفاير الخان وفي الأخ الرامي صبري لا احنا كنا عارفين مين ده كنا بنشبه كده هو الظلم شوية هو برد ده بالتأكيد لأنه دي حاجات يعني الشبه ده حاجة يعني بتبقى خلقة ربنا شبه ولا طارق العريان مكتشفه كان بيحب عمر دياب شوية يعني وارد وارد مقدمه ومخرجه وحتى كمان الستايل بتاع الكليب والأيدنتيتي نفسها نتليل جول طب بعمل كده دي أمرين قوي والجيتار رغم أنه يعني عمر دياب بتلعش بجيتارات بس بيعمل عمر دياب بيعمل كده بيده من غير جيتارات بس هو هي الفكرة هنا بعيدا عن اللقطة المقارنة دي احنا كسبنا مطرب مهم سنة 2006 اسمه رامي صبري وكسبنا ملحن مهم برضو اسمه رامي صبري من بعد الأغنية دي حبيبي الأولاني من المناسبة كلمات العزيز جدا عمر طاهر يعني من الأعمال اللي أعتبرها يعني أغاني المحفورة كده في الزكرة اللي كتبها عمر طاهر من أول أغاني ومن أحلى أغانيه والأغنية نفسها كمان عارف أنت في مرحلة كده كنا بنقول الأغاني style يعني فيه مسامة كده style مقسوم وعكس وstyle اه مقسوم وعكس وstyle دي المسميات الجماهيرية مش المسميات وعلى فكرة في الصناعة بيستخدموا الاسم ده لأن فيه ناس كده في الصناعة برضو مش فاهمة مش فاهمة يعني ما عابش يقول مثلا اللغنية دي نوهب لاتن أو بوزانوفا دي بوزانوفا مثلا وكنا حد ما عابش أنها بوزانوفا فيقولك style اه اي حاجة مش مقسوم تبقى style يعني طب عوضة المزيكة وموضوعهم الرامي صابري كان على مزيكة وميلودي ودريم وزوم وزوم فاكر أنت الفترة وهو خلي بالك ألبوم كم فيه في أوقات ناس مطربين شباب زيه على قناة واحدة بس لأنهم محتقرين محتقرين يعني حسام حبيب على ميلودي بس لأنهم مع جمال مرهون كان ماضي مع جمال مرهون مثلا يعني يعني برضو تامر حسني فترة كان على مزيكة بس على مزيكة مش مع ميلودي عشان هو مع محسن جابر ففكرة أن رامي صابري يبتدى في كل القنوات لأنه كان مع طريق العريان هو كان بين تجلو استاريجيت استاريجيت والحقيقة كمان أنه كان في Zahl ذكاء قوي في والانطلاق إبقى فيها تلات كليبات يعني حبيبي الأولاني وأي 1 على بكلات في الد settlements هما خمس ما هو يعتبره خمس أغاني بتلات كليبات خمس أغاني بتلات كليبات ليالي كانت منهم حبيبي الأولاني وألف ماشى الله عليك وبحبك وبحبك وعايز أكل كل كلام مش أنا وليالي وليالي وكانت فكرة جديدة والمرحلة دي كان الكليب مهم فيها يعني الكليب كان مهم فيه صناعة الأغنية وصناعة وجه جديد يعني صوت جديد طالع في الكليب كان عنصر مهم قوي في الوقت ده بس في نقطة مهمة أنا بس بتستوقفني قدام مشروع رامي صابري بجانب طبعاً أنه من أهم الناس اللي بتعمل الموسيقى جيدة أنه رامي صابري المطرب مش واخد حقه في التقييم بمعنى كصوت رامي صابري خريج المعهد علي الموسيقى للموسيقى لأكاديمية الفنون في الهرب قسم تأليف موسيقى ورامي صابري دارس موسيقى بشكل أكاديمي محترف ودارس غنى بشكل سليم جداً رامي من الناس اللي صوتها ما تغيرش من أول ما بدأت لغاية دلوقتي بمعنى فيه مطربين بيبدأوا وصوتهم بيتغير لأن في المسيرة بيكتشفوا مساحات صوتهم وبيغيروا العرب بتاعتهم وبيطوروا من أداءهم بالوقت بالخبرة بيتعلم إنما رامي صابري من اللحظة الأولى هو راجل عارف مساحات صوته كويس وعارف المناطق اللي صوته منور فيها وبيغني صح جداً وعنده عربه بتاعته هو في الأداء يعني مش بيقلت حد في العرب طريقة الغنى ما بيقلتش حد عنده هوية فنية بتاعته وغير كده رامي لما بعد كده قدم ألحان شرقي وأخيرها مثلاً الأغنية اللي كنا بنسمعها من شوية اللي هي بتاعت فاكر نفسك هدية ده لحن بياتي وشارقي بس تلحن مادين بتاعتلي لأ نحن تاكر نفسك هدية مش لحن مادين لأ 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 لحن رامي صابري ولينا قصة فيها أحكيها لك يعني كرد بياتي بالضبط فأداءاته حتى في الألحان الشرقي أداءه في تطريب وفي هي السينيو حتى شعبي كمان بالضبط يعني السينيو رامي باللغة رامي عنده الطلعات دي لما بيعلى بيطلع صوته مرتاح في مطربين تانين نجوم لما بيجي يعلى بيصرخ رامي صوته بيبقى مرتاح فدي نقطة أنا كنت حابب أركز عليها لأنه الراجل ده لازم ينصف في حتة انه مطرب بيغني حلو بيغني صح وعنده هوية وشخصية في صوته بتاعته هو فلاس إنك لما بتسمعه في اللايف لأ هو غناف اللايف زي الستوديو بالضبط فدي نقطة مهمة كنا نشير بيها أو أشير بيها أول ما نتكلم على رامي وليه علاقة بالدراسة كمان هو الفكرة إحنا ممكن صوتك هو صوت البشري أي صوت بشري هو ليه حدود أكيد طبعا ولكن لما بتكون دارس دارس بشكل أكاديمي وتخصصي أنت بتكون عارف تبدأ منين بحيث أن أنت تغطي الرينج بتاع الطبقة بتاعتك صحح فدي لو أحد مطرب مش دارس هيكون الموضوع شوائي يعني بل إن فيه ناس كمان بيبقوا دارسين وبيتورطوا اللي هو مطرب يعجبوا لح هو مش لاقي على صوته بس هاخدوا عشان عجباني فييجي أعمله يطلع مخنوق ويطلع صوتك مش أحسن حاجة وتبتدي يتعدل في جمل علشان خطر جمل لحنية يعني علشان خطر الموضوع يجي على مقاسك فيه مطربين بيحصل كده لا رامي بيبقى عارف من الناس أنا كمان يمكن عارف دماغه شوية فهو من الناس اللي فاهم دي هتبقى لاقي أعليا ولا لا دي هتبقى لاقي أعلى صوته ولا لا واللي خدمه هو ملحن هو ملحن لنفسه هو بدايته كمان كملحن لحن لعمر مونيب ولحن شرين عبدالوهاب ولحن لأصالة يعني عمل ألحن لناس كتير بقى دي بداياته بقى بقى الحقيقية عامر مونيب كان أول اسم يقامن بي صح يقامن بمواجبته من الناس اللي دعموه في البداية عامر مونيب في 2002 تقريبا كانت عالبوم 2002 وعمل له أغاني حلوة آه جدا وعايز أقول لك بقى فيه نقطة مهمة بحدش أخبره منها في الفترة دي رامي بالمناسبة ونشر الصورة دي قريب من كم يوم كان بيغني فوكل وراء محمد الحلم آه فيه نقطة مهمة قوي لما انت بتبقى مطرب أو بتبتدي حياتك أو فنان عايز تبقى مطرب وتغني الشغل اللايف وراء مطرب كبير وإنك تبقى كرال وتغني ده بيديك خبرة بتتعلم خبرة المسرح بتتعلم خبرة الغنب فيه الخبرة التعليم الأكاديمي وفيه خبرة الشغل أو الحياة العملية فرامي كان سابق بدري قوي واخدي طيب نرجع تاني لعمر مونيب هو عامر مونيب كان من أول الناس اللي أمنت بي واخد منه ألحان ألحان مهمة في مسيرة عامر مونيب بالمناسبة يعني أغاني زي قالوا لي عليك ما صدقتش عيني عملت وحشني كل ثانية معاك كان حلم عمري لو ما سألتش عليك ألحان كلها حلوة جدا ألحان مهمة دول عينة بس مش كل حاجة أقول له أكتر من كده وعمر مونيب على فكرة كان من الناس اللي أمنت بناس كتير وقدمت ناس كتير للصناعة منهم رامي صبري منهم نادر نور تابر حسين مصطفى عوض برضو طريق توكل طريق توكل ذات نفسه يعني دي برضو فرصة ان احنا يعني تحيل روحه وكان إنسان محبوب من الجميع كان راجل يعني يعني نفسيته كان ساوي النفسية يعني بصراحة كان سالك أو إنسان خير ومؤمن بالموهوبين فدي نادرا لما بتلاقي إنه بني آدم يجمع عليه أغلب اللي اتعامله معايا بالضبط وهو بس في 2006 بقى رامي صابري نزل ألبومه الأول من بعدها مشوفناش ألحان رامي صابري على كفرات عامر مونيب اللي هو كان عظي من السماء 2008 كان المرحلة دي كان عامر يعني كان رامي أعتقد اهتم بشغله بشغله كمطرب وبعد كده عامر دخل في مرحلة المرض فيعني الأمور يعني كانت معرفش تفاصيلها بالضبط يعني لكن خلينا نتكلم على الجزئية بقى إنه الانطلاق بتاعت 2006 دي يعني وطرق العريان طرق العريان برضو هو الاسم التاني والاسم التاني محطة بعد عامر مونيب بالنسبة لرامي صابري طبعا بص طرق العريان راجل خبرة كبيرة جدا في مجال الإخراج سواء السينما سواء الفيديو كليب طبعا كان من أساطير صناعة الكليب بات في التسعينات والإعلانات بعدين هو عنده عين الراجل عنده عين مختلفة إنه بيشوف هذا الشخص عنده مقاومات النجومية ولا لأ وده لقى في رامي صابري إنه عنده مقاومات إنه يبقى نجم صوت جيد شكل جيد فدعمه وقدمه بلاس إنه طارق حتى من هو مخرج هو عنده الحس الإنتاجي والتسويق هو شاطر في الجزئية دي وراجل يعني بيزنس مان دماغي يعني قوية جدا فأعتقد إنه طارق أسهم فيه إنه يقدم رامي صابري بشكل سليم بشكل سليم بمعنى موهبة درسة موسيقى صوت جيد شكل جيد ملحن موهوب منتج بقى ومخر عنده خلفية إخراجية لأنه فنان وأنتج الألبوم وعمل كليبات لأنه الكليب كان جزء مهم جدا من صناعة النجم وقتها صاحب فكرة إن الكليب الواحد يكون فيه أغنيتين مش أغنية واحدة عشان يروج للأغاني أكتر فالأغاني كلها تروج لها بالطريقة بالصورة بالصورة طبعا لأن الصورة الكليب في الزمن ده في الوقت ده كان عنصر الترويج الأول يعني ما كانش به سوشيال ميديا وكان مكلف جدا فهو يعني بيدرب عصفورين بحجر إنه هو يجيب الهنيتين في كليب واحد يعني ليالي ليالي مثلا ليالي كانت هي بداية حبيبي الأولاني صحب؟ ليالي كانت هي بداية حبيبي الأولاني بيقفل الديليفزيون وبحبك كتل وحدة وبحبك كتل وحدة مهما ببعد قلبي أنا ويجدي كتل وحدة فهي تجربة فيها زكائي يعني جدا إنه ضمنت ترويج أكبر عدد من أغاني الألبوم في أقل قدرة انتاجية على مستوى الكليب تسع أغاني ألحان رامي صبري وأغانية واحدة ألحان تامر علي اللي هي ليالي ليالي على دل بص برضو حتى الأغانية اللي عملها تامر علي وتامر علي دايما بصماته مميزة النازة اتمنى من كتري ما بتكلم عن تامر علي بس أنا دازم يقول بصراحة بصماته دايما مع كل المطربين حتى لما بعمله أغانية واحدة بص أغانية في تاريخ رامي صبري وأنا استوقفني بقى هنا بغض النظر عن الأغانية الوحيدة لتامر علي استوقفني التسع الحم تغرامي في نقطة بقى منهم لحن مثلا أما أنت بتعمل كده فيه لحن أغنية أما أنت بتعمل كده أما أنت بتعمل كده فيه بص اللحن الشرقي فيه بصمة شرقية قواجه واتريات يحيى الموجي واتريات يحيى الموجي طبعا لي كل التحال أن يحيى الموجي مناسب على الشكل ده أكتر تسع أغاني الباين واتريات هاني فرحات وهو زكاء لما جيت تعمل حاجة أخت شرقي جبت يحيى الموجي لأنه لايق على ده هاني فرحات بيلعب واتريات متنوعة شوات يعني غربي على خليجي هارموني هارموني يعني كل واحد ليه طعبه بالمناسبة برضو كان جيتارات لعب مصطفى أصلا السبانيش كان قوسو لعب الالكتري الجيتار في بعض الأغاني منها حيبي الأولاني اللي في الآخر اللي في الآخر ده كان برضو قوسو فلا كان فيه إنتاج يعني ستارجي وطرع العريان جاب ناس فيه جاب ناس وبعدين رامي كفنان هو جوه الصناعة يعني هو ملحن في الأول فجوه الصناعة وعارف مين الموسيقين المهمين ومين الموزعين ويعني هنتوقف هنا قد من نقطة طرق توكل اللي هو كان شريك معها في في مدرسة عامر مونيب يعني بالضبط هم عملوا يعني طرق توكل كان بيشيل ألبومات كاملة لعمر مونيب لعمر مونيب واعتقد حصل تقارب هنا بقى ما بينهم وبين رامي كملحن مع عامر وبيوزع كانوا رفقاء سلاح رفقاء سلاح وطلعين من جيل واحد ومع بعض فبدل ما نجيب موزع يعني مثلا زي طريق مضكور كبير هيكون طبعا مكلف جدا وهيكون البرجت مش هيكفي طبعا طبعا فالي استعانى بموزع مش هقول ان هو يعني أنا آسف في الكلمة مش هايزول كلمة رخيص بس اكيد ان هو مش هيكون مكلف لأنه أصغر سنا يعني بادئ الطريق في بدايات المشوار يعني ومؤمن بالتجربة ومتورد فيها هو جزء من التجربة جزء من التجربة وعملوا حاجات حلوة مع بعض ايه المشكلة لما يبقى فيه بقى نلاقي فكرة الدوتوهات دي اللي هو مطرب معه ملحن معه موزع معه شاعر يبقى فكرة الورشة اللي بتشتغل مع بعضها بالمناسبة طريق توكل عمل رامي صبري في تاريخه أكتر من 102 أغنية أنا جيت على الدوم هو تقريبا تلات ربع أغاني رامي صبري أكتر من تلات ربع أكتر من تلات ربع أغاني رامي صبري الموسيقية اللي عنده هي المكتبة الموسيقية اللي اختراعها طريق مدكور أو اللي شكلها طريق مدكور في بداية الألفية في التطور اللي حصل في بداية الألفية في الزوق وفي الرؤية برضو في الزوق وفي الرؤية هو طريق توكل يعني ماشي على خطة طريق مدكور يعني أعتقد لو لو سألت طريق توكل هيقول لك آه متأثر بطريق مدكور طبع في الأغاني اللاتن مثلا اللي هي الحبيب الأولاني حبيب الأولاني بوزانوفا بوزالوفا زي ما انت قلت وكمان حتى اللاتن بوب اللي بيعملوا نفس الجروف والأصوات والكردات والحاجات اللي بيعملها حتى كمان في صف جمل الصلوهات إلى حد ما هو بيشتغل جمل الصلوهات بتاعت الإلكتراج جيتار عادة يعني بيشتغل حاجات من نفس الروح مش بقول انه بينحت هو الروح بتاع الطريق مكور حاضرة يعني في شغل يقول ناس ماها بطلت قول الناس كلام فرقت الناس توزيعها شوية الجروفز بتاعت طريق مكور المرضات بتاعت الإلكتراج جيتار الزبط وهي متيجة على ريجي شوية بس لا وميالة البوب يعني هي مزج ما بين الاثنين هنا طريق توكل كان هو طريق مكور بس on budget يعني نظر نولكي لساك لانه حتى كمان طريق توكل حتى هذه اللحظة هو بتحس بروح طريق مكور في شغله يعني حتى مع تطوره الموسيقي والأحاجات الجديدة اللي بيعملها روح طريق مكور حاضرة لسا كنا بنتكلم في تملي معاك حلقة تملي معاك عن أغنية يمكن خير إنها الإقاع بتاعها هو صعبان عليها تمتك 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 وعلى فكرة باين في اختيارات رامي صبر وشغله أنه هو راجل متعلم مزيكة راجل فاهم مزيكة يعني بيعرف واضح أنه لي وجهة نظر في التوزيع كمان جدا رامي موزع أغنيتين في ألبوم فارق معاك موزع أغنيتين فيه يعني رامي عنده أصلا الأدوات أنه بيعرف يوزع فده معناته أنه راجل فاهم يعني هو درس مزيكة وفاهم مزيكة وعنده رؤية طب نرجع لحايب الأولاني كده حايب الأولاني نفسها يعني فكرة الستايل فكان في حاجة اسمها المقسوم والستايل المسميات الشعبية مسميات شعبية ومسميات ممكن لا مش صحة فيها برضو في الصناعة بيستخدموا المسميات دي اللي هو الأغنية يما مقسوم يما ستايل ايه هو والستايل مش مهم بس هم مش رهم اه هخط تحت كلمة استايل دي بقى ايه اللاتين بوب والفلامينكو والارن بي والبوب والترانسات والحاجات الهاوس والتيكنو والحاجات دي كلها أحمد علي موسى وعمر طاهر كان هم الوجهين كان في غيرهم طبعا اه بس طبعا هو عمر طاهر عمل أغانيتين في القلبه وأحمد علي موسى انا شايف الحبيب الأولاني من أجمل أغاني اللي كتبها عمر طاهر في مشواره كشاعر يعني وهي في البدايات يعني بس أول مرة أحب ما بتتنسيش دي جملة جملة وجودية برده اه جملة جملة في جمل كده بتتك بتعلم يعني بتتحفر كده مرة واحدة فلا ألبوم بداية عظيبة يعني ويه سكدتي ليه برضو كلمات عمر يه سكدتي ليه خبع على ليه نبتعجبني الجملة اللي هي التانية اللي هي ايه يا حبيبتي ايه ايه عايزاني أقولك ايه يعني هسنه هو أحد بيكلم محد فعلا جامده كمان مهمة في رامي صبر رامي صبر بيناقي كلمات بسيطة وذات أفكار وشيك يعني بمعنى الجملة البسيطة لا تعني ان أنا ببقى مبتزل الجملة البسيطة بتعني ان أنا بقدر أقول كلام أو أغني كلام الناس سهل ترددوا وفي نفس الوقت فيه فكرة مش اللي هو عينيكي وشعرك وحواجبك ورموشك اللي هو عارف انت فاكر القبوس بتاع ال 23 و 20 كلمة اللي هم ايه سمى بحر أمر قلب عناية فلا ما كانش بيتورط في الحاجات دي قوي فيه دايما حالة بتتقال كان فيه غنى اسمها ألف ماشاء الله عليه برضو كانت أفراح شوية اه طبعا الغنى دي كانت طلعت كده في الأفراح لأن هي كمان توزعتها لها دم دم تاك 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 دفوف داها زفة قوي زفة قوي فكمان هي لائقة والاختيار أعتقد انه كان اختيار قايم على فكرة انها تتلاعب فرح وخبرك فيها غنى قوي يعني اللي هي الكوبليهات بقى مش اللي دا مذهب اللي هي الوصول اللي شافك قال ولي من دا جمال اه فيه غنى هنكلمنا على يعني قولنا ان رامي راجل بيعرف يغني راجل صوت عنده أدوات فهيقدي صح ويقدي حلم فيه برضو مهما ببعد قلبي أنا وياك حبيباني حس انها شوية مواربة التملي معاك شوية واخدر روح اللاتن اللاتن لا اللحن اللحن نفسه البونة بتاعها شابها تملي معاك حتى السينيو وهانت بكرة نراجع تملي حبيبي باشتاءلك هو ممكن ممكن فعلا دي ملاحظة زكاية دي ملاحظة زكاية ممكن ده زوق طريق العريان بقى لا وممكن زوق رامي صبري نفسه موسيقيا لأنه خلي بالك انه المرحلة دي مين اللي كان نوع الموسيقى الجونرال اللي تسيدت اللاتن بوب بمشتقاتها بقى السلوو لاتن والفلامينكو والحاجات اللي هي كانت نجحة فانت كان بالنسبة لك الكاتالوج او الايدول بتاع انك تصنع اغنية لاتن رومانسية كان ايه تملي معاك فانت هتلاقي كل الناس بتلعب تفريعات تملي معاك بشكل بشكل يناسبها يعني بس ده ما يعليلش من الاغنية على فكرة بحب الاغنية دي جدا اغنية حلوة جدا او توزيعها وقلحناها حلوة وتلاقي دايما في كل الالبوم لرامي صبري اغنية اغنية رومانسية سلوو او قريبا من فكرة اللاتن بوب اللي هو السلوو اللي مدي على الفلامينكو شوية بتلاقي عنده دايما اغنية كده في كل الالبوم بيعجبني الدخلة بتاعتها بردو طبعا كرد الأرج مع مع الجيتار هو باخد شوية مؤثر بستورشان اللي هو مشوهه شوية بس بايف فيه كردات الجيتار حتى الخافية اك معاك تملي معاك اه اه بيعجبني برضو بيعجبني في الكوبليت تاني ان بيحصل قبله ساكتة كده ساكتة لمنزي كابتوسكو باكيها بيخش يلا عشت في حضنك احلاسي بالزبط اللي هي بيقولك الفواصل اللي بتبني من يعني مش الفواصل الموسيقية لأ الفواصل السكوت ده بيخلق لك حالة في لما تيجي ترجع في تبني تاني الكوبليت بزبط بزبط زوء المزيك ازاي اصنع توزيع حلو الأغنية طريق توكل برضو مزوء اه طبعا طبعا يمكن ما بعملش اشياء خارقة في الأغاني بتاعته بس يعني حاجات صح بس حاجة شيك وحلوة يعني تبسط وانت بتسمع لا هو طريق بيعمل حاجات موسيقيا حلوة وسليما سهل ممتنع برضو سهل ممتنع طبعا في أغاني كتير برضو يعني لا يا قلبي لا طوعني دي برضو جميلة جدا لا يا قلبي لا طوعني برضو كان فيها غونة وعايزة لكل كل كلامه قام مش أنا مش أنا دي كانت لذيذة فكرة فكرة اه الانتصار على على المرأة على المرأة وتسلط على المرأة لا عايزة واحد كل حاجة بيقولك لا اسمع الكلام وتهاود وعنده رمي أفكار برضو لطيفة عملت بعد كده هنجيلها طبعا هنجيلها هتبعد يومي في الثاني هترجع مانا القلب اللي مش موش بحب أقوله بيرجع للحتة دي دايما الحتة دي من أكتر الحتة في طبقة صوت رامي صبر اللي بتلمع اه وتريد توكل حط كده وراها لازمة موسيقية يعني تبعي عني اسمعها كده بصوا ورا المزج لوقت تبعي عن حاجات كده اسمها سنيكرز أو رودز حاج كده طب انت تختار تبعي تأغاني من الألبوم ده حبيب الأولاني رقم واحد ده وش هي رقم واحد في تاريخ رامي صبر انا بحبها يعني في الألبوم ده دي بالنسبة لرقم واحد لما انت بتعمل كده فيها طبعا بحبها قوي وبحب مهما تبعد قلبي أنا ويا بحبها طول تلتة أغاني بالنسبة لي الأحلى يعني طب انا هختار حبيب الأولاني طبعا اه ومهما ببعد قلبي أنا وياك اسمها بحبك بالمنازمة بحبك او واخد اس كتي لي تمام اتنين لعمر طاهر حلوين حلوين جدا طبعا كلهم انا بحب ليالي برضو قوي التامر علي اه شايف حسن توزيع ظلامها شوية لا والله لأ لطيفة لا أختلف معك هو يمكن الميكس ممكن ممكن بس لا في المجمل الأغنية الأغنية حلوة وبالنسبة برضو بالنسبة كلامنا على التوزيع والميكس 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 كرامي من الناس اللي بتعمل الكورال بصوتها من الأول يعني هو بيعمل الكورال بصوته هو فدي لأن الصوته كمان لما بيعمل الكورال بي صوته حلو يعني بيطلع لك صوت كورال لطيف يعني حلو 2008 غمضت عيني آه الأبوم الثاني مبدأين اللي السنة دي نفسها كانت سنة احنا وقفنا عندها قبل كده كانت سنة قوية آه ساميرا سعيد حب ما يقوس منه آه محمد مونير طعم البيوت آه كان فيه برضو مين تاني كان فيه حسام حبيب شفت بعنايا كان فيه كارن كان من تاني كان فيه ألبومات مهمة كده ألبومات تيينة تتسمع وغمضت عيني ده من الألبومات حمائي نويها نويها حمائي عمل نويها وغمضت عيني من ألبومات بقى اللي ايه تتكلم في كم بلني لحانهم 13 أغنية 13 أغنية وأغنية واحدة لحانها أحمد حسين أحمد حسين اللي هي ده اللي بحس بيه طب في حاجة في الألبوم ده فاكر ان هو كان هو تعرض كده لموقف انه تصرب عشر اغاني تقريبا لا تتشر اغنيه هو ما تتشر ده على فكرة ما كانش ده الخطة الخطة انه يكونوا عشرة زي WHAT惰 انه تصرب اغاني وجعل اغاني$T زود العدد عشان اللي اتحرق بس هو ما تنزلش عن اغلام اللي اتصربت لا هو عمل الحان زيادة هو اللي لحانها فعلشان الخطر ايه فالالبوم يتدسم وعلى فكرة الابوم مهم جدا هو شاف Plus يعني في الفترة دي كمان جيله في الجيل بتاع رامي صبري ده كان أحلى ألبوم اتعمل في الوقت ده يعني من الألبومات الموازة جدا أنا متفق معك في حتى قال أنه بص رامي أولا في العدد سنة في التنوع والأشكال كان من الأول بس اللي تعمل عدد كبير من الأياني التنوع في الأشكال الموسيقية لأنه رامي على فكرة برضو ما أنصفش تجربت الموسيقية ما تنصفتش على مستوى هو بيقدم إيه في المزيجة يعني ما تنصفتش الفترة اللي فاتت دي كلها الناس ما بتحللش أو ما بتشوفش أنه أنه رامي عمل إيه؟ لا رامي على كل مرحلة لي أو كل خطوة بيأخطوها كان بيعمل أشكال جديدة في المزيجة وبيعمل حاجات يعني هو اللي دخل جلال حمداوي مصر موزع المغرب المشهور يعني في غنية الراجل فعني نرجع لغماط عيني غماط عيني الجامد جدا مثلا برضو كله أنا كان الألبوم ده أنا فكره قدت جابي شريط الكست وكان معاه في العربية جوايا هتعيش فاكر عينيها ودحكتها كلمة كلمة تودك عمر طاهر بالمنازل والله عمر عمر طاهر برضو ليه في الكلام التافى برش هو بيكتب الحاجات بتاع الحامزة نامرة بس هو عمر تحول للاجتماعي أكتر بس أنا بحب عمر والله لما بيكتب حاجات رومانسي وحاجات لها علاقة بالحب والعلاقات هي مش تافها وحشة يعني بس اللي هي في اللطافة يعني الحاجات اللي هي مش عميقة يعني يعني عمر في الكتابة الأغنية الرومانسية عنده والله حاجات كتير حلوة يعني أتمنى أنه عمر يرجع تاني يكتب أغاني روبانسي ياريت ياريت كيفاش أيضا طب في مبلاش برضو دي مقسوم لذيذة أوي مبلاش تقولي لتحبيني صح بص الدخلة اللي في الأول أنا بيعجبني في الأول الجيتار بيعمل كده هو الكردات اللي بتتلاعب والحاجات دي أنا بقول أنها رؤية موسيقية من موزع ومطرب متقدمة جدا هرجع أقول تاني المزيكة زوق جزء مهم جدا من أنه المطرب بجانب التعليم وبجانب الثقافة الموسيقية وبجانب الحاجات دي هو ودنه زوق الموسيقي إيه بيشوف إمتى الأغنية حلوة تبقى حلوة فيه مطربين تانيين بدي الأغنية للموزع وزي ما بيجيبها لي وأنا بغني والمهم نعمل بروباجندا حوالين الأغنية لكن هو في الآخر رجل بيبص للتفاصيل يعني لو فيه اتنين في الآخر عشرين سنة من اللي هما الأجيال اللي ظهرت يعني في الفترة دي بيعملوا مزيكة بقرامي وحمائي هما اللي بيهتموا بتفاصيل الموسيقية قوي أنا فاكر أيضا كان فيه في الألبوم ده تأثر بجاستن تيمبرليك يعني تحديدا بأغنية وات جوز اراون كمز اراون في أغنية فاكر عينيها وضحكتها تريبا هو نفس الجروف وأنا حتى سمعت رامي صابري حوارات في زمان قوي بقى في الراديو كان بيتكلم عن أنه هو بيحب قوي جاستن تيمبرليك ومتابع قوي جاستن فاعتقد أنه هو يعني كتشبه قوي فاكر عينيها وضحكتها حتى في الدخلة الشرقي اسماعي السقفة والهاي هات هو التوزيع القلب التوزيع هو واحد بس تعمل علي لحنة حينة الجروف هو هو بس اللحنة طبعا مختلف اللحنة طبعا اه اه نا اتفعل قبل كأن الجروفز دي حاجة ملك الجميع ما هو ده اللي بيحصل إنه الفنانين بتسمع الأشكال الموسيقية المتطورة برا واجه عاملها هنا بس بيعمل لحنة شرقي ويحط عليه قالب مناسب لي فاكر عينيها دي من الأغاني الهيلة جدا يا تحفة أحمد علي موسى كاتب كلام حلو كلام بسيط فاكر عينيها وضحكتها لمسة إيديها وبرائتها زي الملايكة فريقتها هو تحسوا أن كلام القاموس بتاع أغاني الهجر والنسيان بس حلوة قوي يعني الكلام جاي ببعضه بطريقة الكلمة حلوة كلمة حلوة وشيك قوي وشيك بالمناسبة بالمناسبة جوستن تيمبرليك هو اللي موزع له الأغنية دي وموزع كل أغاني اللي هو اسمه تيمبالاند تيمبالاند ده موزع عمل أغاني مشهورة جدا في الفترة دي وكان هو مثلا عند الحمائي برضو لما كلمنا في آلبوم الحبيبي لو زعلان وكلمنا في حقيقة برضو كانوا دائما مركزين مع تيمبالاند لأن جوستن تيمبرليك هو اللي كان بيقدم أنا شايف أن المرحلة دي جوستن كان عامل لحاجات كان سايق هو اللي سايق هو معاه كان عامل دويته مع تيمبالاند ده اللي بيوزع له وبالمناسبة تيمبالاند ده أصلا نفسه هو سميع أغاني شرقي عشان كده عنده لمسة شرقي في حاجات كثيرة انت فاكر بيك بيم بيم بتاعت جاي زي اللي هي بتاعت خسارة خسارة فرائق يا جارا هو تيمبالاند اللي عمل واجهوزراند وبالمناسبة هو دفع مئة ألف جنيه تعويض لشركة إيم مآي ارابيا عشان خد الحتة للمكير من عبد الحليم حافظ هي مسروعة وش أصلا هي مع الطرف هما تهدفعوا تعويض لأنه هي فعلا مسروعة هما سامعينها من عبد الحليم يعني تيمبالاند ده كان سامع شرقي عزيب وترفع علي قضاية من الشرك لا وريس بريق حمدي ورسة بريق حمدي لا خسروها لأنه ليس صفة بس هناك اعتراف أنه أخذها من عبدالحام حافظ يعني هو دفع التعويض بس دفعوا ليه؟ أريبيا ليس لوريس بريق بالنسبة لهم بالدولار ولا شيء يعني الحكاية دي عايز أقولها برضو اللي فكرة يعني برضو أكد على فكرة أن هي بضاعتنا ردت إلينا بالشكل أو بآخر أن تيم بلاند أعوها كان بيعمل جروفز عظيمة وبوب وأرم بي بس الصلوهات بالتبدأ من بس الصلوهات بقى بتاعتنا يعني حتى في ده إيه ده بوزو ده بوزو ده ولا عود ولا ي بوزو بوزو بس وكمان الجملة أنا هفصها فيها ربع تون لا أنا سمع ربع تون أنا سمع نص تون يعني أنا حاس أنها برضو من الأغاني يعني فيها شارع الألبوم ده بقى فيه أغاني كتير نقدر نختارها نختار أحلى تلات 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 نحن نختار فيه ده قل لي أحلى تلاتة بالنسبالك فاكر عينيها وضحكتها جوايا هتعيش ومنين بس ألاقي كلام أنا بحب الكلمة وجوايا هتعيش وبحب فاكر عينيها وضحكتها لا معلش طب أنا هشيله منين أنا في تقارتي فيه قنبلة إيه بقى الكلام كله عادي الكلام كله عادي بس نعمل بيه أه لأ حلو حلو جدا أنا بحب دخلتها برضو وبيليل عينيها ليل بس كوردات الجيتار برضو هتوش ده طبعا كمانجات واخده مؤسرات صوتها متسجدها بتصوت فيه شط لموسيق كتير بس ما هيدخل فيه بادز وراه بس الهارموني اللي وراه فظيع فيه هارموني بتصعد وراه كده بطريقة حلوة جدا والأغنية دي كانت هتاية هتاية جملة كدفع على الراديو تراجمت سبعة ساعة سبعة ما بتنزلش يعني انت قلتلي جملة مهمة جدا وانت بتحضر الحلقة انا قعدت ادور على أغنية وحشة الراوي صبر ملقاش دي جملة انت مهمة جدا يعني حتى النص نص يعني يجي من حلو يعني مفيش حاجة ايه ده ايه اللي اغنية دي ما لقيتش اغنية وحشة ملقيتش اغنية وحشة فيه تحقيق يعني حتى الأغنية المشمشهورة لو تركز فيها لا تكتشف انه عمل حاجات حل وحشة فيها فيه حتى لو اغنية مش على زوءك قوي بس هتحترم المجهود هتحترم الشغل اللي معمول فيها حلو مفيش حاجة وحشة لا وعع تفكرني انت اخترت ايه تاني كده هقولك انا اخترت كلمة كلمة واخترت فاكر زمان فاكر زمان اوكي واخترت جوايا هتعيش ماشي يعني الفرق بينه بينك كلمة وانا محب كلام كله عادي الكلام كله عادي بحبها بس يعني اخترت لكن احنا متفقين على فاكر زمان وجوايا هتعيش وبالمناسبة الاتنين كلمات احمد علي موسر عظيم عظيم جدا ولو تحظ ان الاتنين عن واحد يعني مش عايف يانسة واحدة يعني فاكر عينيها وضحكتها وتاني بقول جوايا هتعيش مع عمري يعني هو واحد مش وبالمناسبة انا ملاحظ ان الالبوم ده الموضوع ده منتشر جدا في الكلمات يعني لو حتى مش شايفك لو حتى مش شايفك اه هنا برضو اللاتن اه طبعا بوزانوفا برضو لو حتى مش شايفك انا حاسس وعارف اين له جواكي بعيد عنك لكن جنبك اللي هو فكري برضو واحد بعيد عن واحدة بس لسه فاكرها نفس فاكر زمان ايه دي تيمة تيمة بقيت يعني من زمان جدا الفكرة تيمة الهجر والبعد اللي هو مش شايف الحبيب بس بحاسس به التواصل الروحي وغمضت عيني وقلت نفسي اشوفها تاني هي نفس الفكرة برضو هو مش عارف ينسى واحدة هو كان اتكلم انه كان عنده في حياته وقصة حب كده البنت كان بيحبها زمان بقى اه وماتت فهو فعلا فضل مدة طويلة حبيبي الاولاني مهما ببعد قلبي انا وياك هو دائما بيفتكر واحدة مش عارف ينساه هو وخلي بالك يا دي اعتقد برضو دي فكرة تيمة مش حاجة برضو ايه يا تيمة بس عنده مركزة شوية هو في الحاجة تروما عنده فعلا بس بعدت الموضوع ده هو بعد ماشي رجل اتجوز وكل حاجة ماشي بس فيه تيمة في اغانين انا اقولك في البدايات في البدايات الخصوصة لكن بعد كده اتغيرت الفكرة خلي بالك رامي حصل تطور كبير قوي في شخصيته في شخصيته الفنية وفي اختيار الكلام وحصل تطور حتى كمان في التوزيعات مع الوقت فيه نقطة بقى مهمة جدا الالبوم اللي انا بعتبر انه هو بعد الالبوم ده النقلة الفنية اللي بالنسبة له الالبوم وانا معاه في 2013 وانا معاه لانه انتقل من طارق العريان راح لمزيكة في الوقت بس كان فقري اول الالبوم ده على فكرة شنزل اليوم 30 يونيو 2013 29 يونيو قبل 30 يونيو قبل 30 يونيو بيوم هو بقى هنا الواحد يتكلم على فكرة انه نزل في حدث سياسي كبير ده مسؤول عنه الشركة المنتجة زي تامر عشور كده الالبوم اللي نزل يوم 13 فبراير 2011 فبراير 2011 ليه نظرة اه لا انا بستغرب بصراحة ازاي شركات الانتاج بتروح منزلها تغامر بانتاج وفلوس اتصرفت ومطرب ودنيا وتروح رميها في وقت حظه سيئ جدا الناس في الشارع مش مهيئة تسمع بس تتسمع بعدها بقى مهو تتسمع بعدها ولانه الالبوم فيه اغاني كتير حلوة الناس اكتشفتها بالوقت يعني يمكن علشان الظرف ما كانش ملائم انه الناس تبقى مهتمة بس بالوقت الناس سمعت الاغاني اه مثلا لكان اول الالبوم ليه كان موزع يحط ايده تاني غير طريق توكل اه لكان اول مرة كان حسن الشافعي كان حسن الشافعي عمله وانا معاه وانا معاه ولو تفتكر الستايل بتاع المزيكة اللي هو اقرب الهاوس او التكنو الجديد وانا عمل رامي وانا معاه وعمل الحمائي دا الولاة دا الولاة لها تا ترارات تا ترارات وكان عمل قبلها لحسن حبيب شفت بعانايا وحسن الشافعي كان بيدخر شكل من جوه القلب وجوه العين من التكنو والهاوس الجديد كان بعد كده تطور الى شكل داب ستيب شوية لكن هو يعني قونيت وانا معادي هيلة جدا من الاغاني من توزيعات الجامدة جدا يعني من توزيع وهو من عمل الميكس برضو اه اه يعني حسن الشافعي اه ومهوسات الجامدة برضو وفيه برضو من الاغاني المهمة في الالبوم دا غنيت حرص ولا تخون انا بحبها جدا تامر حسين ولا ميكس سادة قول لي آلو زمان حرص ولا تخون توزيع حلو قوي توزيع توكل بس توزيع حلو طبعا طريعي توكل وفيه غنيت مع الايام غنيت حلو قوي وأنا معاه طبعا غنيت وانا معاه فيه غنية مهمة باوي جدا 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 فالبورة برتاح برتاح من الاغاني المهمة جدا وبيطلع فيها في الغنى وياك لقيت معنا الحياة وياك عارف انت اعتقد انت فاكيرها كويس طبعا من الاغاني المفضلة لايه في الالبوم دا بتاعت امر حسين برضو فالالبوم ليه فيه شغل كتير جدا هو ممكن مايكونش حصل الطفرة الموسيقية الكبيرة لكن هو خرج من عباق الطرق توكل كموزع موسيقي يعني اه مش احتكار مش احتكار يعني دخل بقى ايه حد زي حسن الشفعي اه اشتغل معاه في موزع اسمه ساد وعمل له اغنية اه فتبتدي تحاول تجرب وتامر حسين وتامر حسين وتامر حسين بقى التعاون اه خمس اغاني اه 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 منها مثلا مش فارق بعدت وقلت برضو كان تامر حسين اه 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 اعمل له برضو وانا معاه وانا معاه اه محمد البوغة اعمل له حاجات برضو هي اللي بتسأل علي 2013 مرحلة الانطلاقة الكبرى اللي تامر حسين اه طب نخش على الالبوم اللي بعده يلا لا بس نقول لي اخر انت افضل تات اغاني لك في الالبوم وانا معاه افضل تات اغاني وانا معاه وانا معاه برضو برتاح برتاح حرص واتخون ماشي انا مش هاخد حرص واتخون وهاخد هي اللي بتسأل علي اه بس ونفس البردو وانا معاه وبرتاح اجمل لقال العمر اجمل لقال العمر 2015 2015 ده مقى كان اول الالبوم رامي يبدأ يقل العدد الاغاني اللي بيلحنه قال لحن اربع اغاني بس وتعاون فيه مع شادي حسن في اربع اغاني وماديان في اغنيتين واهاب طلبة في اغنية فبدأ هنا انه انه رامي بدأ يعني يعتمد على فكرة انه فيه ملحنين تانيين معاه بشكل اكبر والالبوم ده اول تعاون ما بينه ما بين طارق مدكور بقى كموزن يعني في اغنية عمله اغنية واحدة اه اغنية واحدة اللي هي يوم ما تقبلنا في قالب اللاتيني قلب اختارك اه هي شبه قلب اختارك وقبل الوضع اقرب هنا اه بس اكتر شبه قلب اختارك اكتر اه هي تشاتش علشان الشغل بتاع سانتانا اللي معمول في الاغنية والفورم اللي هو بتاع قلب اختارك اسمعت له التصريح في الوقت ده كان بيقول انه هو رامي صابري بيقول انا في الفترة دي انا بتعلت قال لها كده جملة صراحة انا بتعلت قال فاكرين زمان لما عمر دي كان بيعمل اغاني كده شبه اه اللي هي قلب اختارك وكده شبه سانتانا قال لعمر دي بطل يعمل النوع ده وبيعمل هوسات بين او بيعمل فانا بقيت بعمل النوع ده وانا شايف انت صريح ده زكي والتفكير نفسه زكي ان هو ان هو لقى ان في حاجة في السوق يعني صانف ناقص في السوق ما بقاش حد بيورده فانا بعمل هتعمل اللي كان بيعمله وبقاش يعمله وده زكاء لانه كمان هو فاهم فاهم قوي في المزيكة فعارف اللون ده هيتعمل ازاي عم تقول ان هو كان عنده رؤية ان هو لما بيكلم طريق ما تقول اني وزهر له دي اكيد حصل كلام ان هو فاكر لما عملت هو عايزين اعمل حاجة شبه انا توقع ده توقع مش معلومة يعني بس اعتوقع وفي الالبوم ده عمل اغنية معاك دي كانت شرقي جدا لحن شرقي جدا وعمل معاها هاوس اللي هو فكرة القرابة والفكرة بتاعت انه انا اعمل البيكس بتاع الشرقي قوي والهاوس يعني بس ده بقى برضو تأخر يعني تأخر طبعا الناس كتير كانوا سبقوه حتى تامر حسني كان عمل الموضوع ده بس هو في الاخر يعني انت بتعمل توليفة وتنويع بس كان فيه اغنية متنوعة جدا اجمع لالي العمر دي لاتن برضو بوب بقول لك المقسوم اليوناني بداية دخلته لفكرة المقسوم اليوناني كان وقتها بوشة خير بوشة خير كانت مكسرة الدنيا فنعمل فكرة ان احنا هنبدأ على الهادي بعد كده هبا لأ هبا لأ الفكرة كانت كده وقتها اه بس اغنية حلوة يعني طب قولي يا اكتر ثلاث اغنية بتحبها في الالبوم ده انا بحب اغنية يوم ما تقابلنا معك ماشي وبحب معك ماشي جدا وبحب الاغنية بتاعة اجمل ليلة العمر اجمل ليلة العمر نفسها انا بحبها اجمل ليلة العمر انا هاخد يوم ما تقابلنا يوم ما تقابلنا قالولي نفسها تشوفني احبها جدا وهاخد هلو ايه الراجل الراجل 2017 الالبوم بقى انا شايف انه حصل جرأة في التغيير تغيير الهوية تغيير الهوية رامي صبري في الالبوم ده الراجل تفكر انه يعمل كلمة جديدة صادمة حاجة جديدة انه يغير في شكل الكلام وفي شكل المزيكة وده شايف انه هو كان سباق على فكرة رامي كان سباق في انه يروح للمنطقة بتاعة الاغنية المقسوم اللي بتخاطب المهرجان ودي نقطة لازم نعترف بها تخاطب المهرجان مش انه يعمل مهرجان تخاطب المهرجان انه يشوف الزوء بتاع الجمهور بتاع المهرجان رايح فين وهقدم لك حاجة موسيقيا وعلى مستوى الكلمة اعرف خطبك يعني فهم الاغنية دي لما نزلت انا فاكر تقريبا الرامي قال في مرة انه حمائي حذروا من الاغنية دي لما سمعها من وانه عملت صدمة جمده قوي قال له هو تنزل الاغنية زي دي انت مش شبهة كنت اه وتخسر جمهور وكده لكن الاغنية نجحت وعملت ضجة لانه الهدف من الاغنية بص هو لو ده مشكلة انه ده منهج لكن هو مش منهج هو راجل بيجرر هو مش نمط متكرر مش نمط متكرر هو الراجل حاب يعمل حالة فاهم عشان بس ده هتقول لك اصلت وقلت متناخدين هاجمته تامر وهاجمته تامر لا اصل تامر لا يا حبيبي تامر حسني عنده دي نمط متكرر في السينما وفي الغنى انما الراجل ده عمل غنوة واحدة بيلعب بيها يعني بيجرب الحالة ناس ما يتوقع تصريح برضو المطرب زي الممثل ممكن يعمل شخصيات حاجات متنوعة مش شبه وزي ما بيعمل زابط ما بيعمل حرامي هو ممكن يتلبس شخصيات مش شبه المهم انهو مش بيكررس للفكرة دي في كل اغاني وعلى فكرة كمان هي الموضوع لطيف جدا لانه كمان حتى بيقول لك الاغنية واخدى الشكل بتاع ايه اللي هو خلي بالك من بيتك من الاخر يعني اللي هو ايه يعني داري على جوزك والموضوع ايه كمانية الراجل بقى فيها فيها حاجة عظيمة جدا انه جرأت انك تجيب موزع مغربي زي جلال حمداوي اللي كان وعاقتها مكسر الدنيا بانت معلم منك انتعلم اول واحد تجرأ وراح جابه رامي صبر لانه هو لقى عنده اسواق جديدة في المقسوم مقسوم جلال حمداوي لما تجيب واحد مغربي يعني من مقسوم مصري الناس هتستغربها بس هو الراجل عمل الاصوات الجديدة بتاعت المقسوم احنا كلنا عايشين في مقسوم حميد ومقسوم طارق مذكور فهو راح جابلك جلال حمداوي عمل شكل مقسوم جديد خالص فانا شايف ان ده النجاح الاكبر كان جريب بجانب جرأة الفكرة ككلام جرأة الفكرة على مستوى الموسيقى طبعا وهو اول ما نستجاب لفكرة ان المهرجان بيهدد البوب اه وتعامل مع الفكرة اه لا هو كان متابع متابع ومركز كان يعني استشعر عنده خرون استشعار كده ان لأ فيه تهديد بنتكلم في السنة كام 2017 كان الناس لسه قاعدة بتغني فلامينكو ولاتن وقاعدين بقا مسرين وليلة وليلة ماحدش بيسمعها برضى يعني فاهمني فعلم ان الرومي كان بيعمل لاتن تتبع على مجرمneys لا ده زكاء ده مطورد كاعدة متابع مشاهد بس في الراجل فيه جملة بتعجبني اللي هي الراجل لما يحب بجد يحب بكل ما فيه واللي بتفهم بتريح و بتعرف ازاي ترده ما بيقساش غير لو حس ان الست دي مش بقي عليه واللي تحافظ على بيتها وقصرر بيتها يعني هو برضو هنا مش بيحقر من الست على قد ما هو ايه يعني اغنية عن مؤسسة الزواج وازاي بدي مفتاح للست عشان تتعامل مع مؤسسة الزواج واللي بتصبر على حالها مشاكلها بتتحلى قوام واللي تقلب في مشاكل معروف انها اي كلام يعني هو من الاخر عايز واحدة يعني بينتقد فكرة انها كانت الزوجي مش بينتقد المرأة نفسها هي الفكرة بتاعت اللي تحافظ على بيتها دي زعلت النساويات كتير جدا او اتهاجم جامد جدا الهجوم لانه انت عندك طيار من النساويات بعد 2011 قرر انه الطلاق هو الحل فلما كان واحد يطلع يقول لك ايه لمي لمي الدنيا وحافظ على بيتك لا 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 انت حرة انت لازم تتطلقي منه وتاخدي النفقة تاخدي تاخدي وترميله العيال فاهم انت فاكر انت واعتزل ما يوزيك والكلام فيت الكلام العميق ده وفي الاخر طلع انا ما يوزيني ده الانفاد اللي طلع انا ما يوزيني بس الفترة ايه برضو كان فيه خوف مشروع من التغيرات النساوية لانه بدأ بقى ان فيه مسابقة بين المطربين يعني تامر حسن يعمل لك سي السيد وراء رامي صابري يعمل الراجل وبدأ الموضوع وكأنه منافسة من فيهم عنده تستستيرون اكتر بقى فلا كان فيه خوف بس رامي صابري كان ذاكي انه هو ما قررش بقى النغمة دي كتير هو عمل غنوة جرب بيها حاجة عمل حالة معينة وتمام هي لا تعبر عن مشروع الموسيقي بشكل عام يعني هو هو الراجل مش جاي رامي صابري مش جاي يبقى لنا صورة ذهنية عن شخصه هو فلا زي ما قال انا ممثل بعمل حالاتي يعني مش تامر حسن من الآخر مش جاي بيعلك صورة ذهنية عن الشخص اللي انا نفسي بقى هو اللي انا بتخيله في حياتي وانا يعني مش عارفة بقى هو على الحقيقة فببيعه في السينما وفي الأغاني ممكن لفقاصي في كلامي بس يعني هناك فرق يعني غولية المفضلة دي لحن مينك رامي ولا شادي حسن شادي حسن شادي حسن بقى ده دي مرحلة شادي حسن اه انا فكر شادي حسن معرامي صبري عمل معرامي صبري مع عمر دياب وكلها أغاني لاتن اجمل لالعمر بردو كان شادي حسن هو بيعمل أغاني لاتن لو فاكرة عمل العمر يبقى الله على جباله الله على جباله وفي لحظة ما انا بحب شادي على فكرة وراجل شخص انسان زريف ومهزب وجميل وموهوب لكن في لحظة كده حسيت ان شادي حسن بقى عمر مصطفى صغنطط يعني فاهم اللي هو ايه بس من غير اخلاقي عمر مصطفى موسيقيا انما خلقيا لا طبعا حاجة تانية فعمر مصطفى صغنطط في المزيق اللي هو ايه اديها لاتن اديها واخد روحه شوية واخد روحه في الألحان وحتى في لازمات كتير قوي في الجمل اللحنية فانا حسيت ان هو احنا ايه عمر مصطفى عمل مشاكل طب ما نجيب النسخة اللي ما بتعبلش مشاكل من عمر مصطفى بس غالي حبيبي على قلب دي اللي احنا عمر مصطفى وقتاهم كانش يعرف يعمل كان وقتاهم عمر مصطفى كان بيعمل بشرة خير انت شرير يعني حتى في اللتن كان شغال مرشاة عسكرية عمر مصطفى كان مرشاة عسكرية وقتا طوبة فوق طوبة نابني هي لحن واحد قعد يعيد ويزيد فيه فطوبة فوق طوبة تبني ومصر شلت فوق طائطها مين وعملوا تيترات وعملوا مقطعات موسيقية في تتحدي هو جملة واحدة عشانك انت يتحدى اي مستحيل برم 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 بصر اللاتي على رأي محمد رحيم بس سيبك من عمر مصطفى هو استعاد هو يا جماعة جلنا كل اللي يراف عن الاغنية الوطنية الاغنة اللي كان بتتقل في طبور الصباح في المدرسة بس ما نقدرش ننكر برضو ان شادي حسن يعني سب بصمة في كارير رامي صبر عمله اغني حلوة كability كذ واقنية حلوة عرفتك يجملللل عملي حلوة اعمللل لكمة لاحنة حلوة عمللو كامل حلوين واغنية حلوة و زي ما قول له انه هو يعني كان بديل المناسب لعمر مصطفى في الفترة دي يعني اقصد انه عمر مصطفى في الوقت ده كان عنده حاجات تانية وشادي هو كان البديل اللي بيقدم للنوع ده من المزيكة في الوقت ده كان في شعات بتطلع كده ان الاغنة دي كانت رايحة لمطر بتاني كبير هو بيرفوضها فبترو لا لا ده كلام اللي بقى الوسط طب فارق معك البوم فارق معك البوم فارق معك الالبوم ده انت كان عندك مشكلة معي الالبوم ده الالبوم ده لتقصص انا كتبت انا اول مرة سمعت الالبوم ده اول ما سمعته رحت كتب مقال خبطت فيه جمت بصراحة ويعني جيت على رامي شويتين في وهو اعتقد ارى الموضوع بس هو رامي من الناس المحترمين جدا الحقيقة في فكرة النقطة يعني بيحتلم جدا النقط لو اختلفت معاه ومش من الفنانين بقى اللي بتسلط حد والرجان والجو ده واللي هو انت قلت عليك كلمتين فهو الراجل يعني بيشوف قد يختلف مع اللي بتقوله لكن فيه احترام متبادل طول وقت دي حقيقة يعني تحسب لرامي فانا الالبوم ده انا سمعته في اول مرة سامعة رحت كاتب عنه مقال كانت ايه لحبتين وبعد كده رجعت نفسي في كم حتة كده في ايه الراجل ما هو وزع في الالبوم اغاني يعني وزع اغنيتين هي عجب عليك يا زمن وفارق معاك فاكتشف نفسه كموزع بعدين والله الاغاني يعني التوزيعات من شوحشة زي ما انا كنت بتخيل قوي كده لانه انت ممكن بتسمع في مرة في ظروف ما فبتخليك تاخد انطباعات معانة فآه عدت بقى رجعت الالبوم تاني كده سمعته مرتين تلاتة فحست ان انا كنت بحتاجa عيد far في كام اغنية. هو لحن تسع اغاني في الالبوم ده برضو. وكان فيه لحن مهمة جدا بقى اغنية كانت مهمة جدا. انا بابا. والاغنية دي ما اخدتش حقها. يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما. دي لحن عزيز الشافعي. عزيز الشافعي. وكلمات هال علي. شاعرة اسمها هال علي. وكان المفاكة الغريب ان اغنية زي دي اللي تكتبها بنت. يعني هو واحد بيقول له انا بابا وما تعيشيش الدراما. اخلاء مسؤولية برضو. اه. فالحمد لله ان دي كتبها واحدة ست فخلاص كده. ستات هم اللي بيونه كده. الستات اللي نكتبه. الاغنية دي كانت حلوة جدا. دزيزة. وكان على ما افتكر جلال حمداوي. الموزعها برضو. وعمل اغنية اسمها. وتعاون في الالبوم ده بقى برضو. بدأت الفكرة انه بيشتغل اكتر مع ناس غير طريق توكل. جلال حمداوي تميم. تميم. عمله قلت اللي عندي. وبتاع بنات. فهد كان عمله اغنية برضو. فهد كان عمله اغنية في الالبوم اللي قبله الراكل. اه. كان عمله اغنية خسار عمر. اجب ما اللي قالي العمر. وكانت اغنية حلوة. اوي اوي اوي. وفيها خط وطريات عظيم يعني. بس فجينا في الالبوم بتاع فارق معاك ده. وانا كنت شايف كمان ان الالبوم اتظلم نجوم ريكورتز اتعاملت مع الالبوم بشكل تسويقيا مش مش احسن حاجة. يعني هو برضو خلينا نقول ان نجوم ريكورتز كشركة عانت من مشاكل في السنوات الاخيرة ليها. وما كانش فيه اهتمام حقيقي تسويقي بالنجوم اللي عندها. هو الفكرة ان انا عمل لك ليريكس فيديو وروح منزلها ووزع لك الاغانية على الازاعة وبتاع. بس ده ما كانش كان فكرة التسويق في افكار اكثر تطورا ظهرت في الوقت ده. فكلمك في 2019. فانت شغال بالشغل التقليدي كشركة يعني. والالبوم بصراحة كان في اغاني يعني جيدة يعني معرفش اهر احمد ابراهيم وزع له حاجة في الالبوم ده ولا لأ يعني مش فاكر. بس بنتكلم انه عرامي كان عنده غنية اللحنة وتوزيعه اللي هي عجبي عليك يا زمان. دي كانت حلوة اواوي. هنا من الله عجبي عليك يا زمان ترارا تيترارا 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 بس ما كانش خطوة لأدام لالبوم ده. الالبوم انا بزلت عند رأيي في نقطة انه ما جاب ما عملش ناق قفزة او طفرة او شيء جديد. او خطوة لأدام يعني. خطوة لأدام. هي يعني هقولك مثلا لو الراجل اجمل ليالي لعمر وفارق معاك. فالهي لايه؟ فارق معاك ما عملش طفرة. لسه على نفس الخطوة. على نفس بس بعدها بدنا بقى مرحلة 2020 مرحلة السناجل. هو مرحلة السنجل دي. فادت رامي. جدا. وكانت المفاجأة الكبرى بقى اغنية. من اول اول حاجة عيونه لما قبلوني قبل حياتي مشتمام. دي كانت جميلة وبعدها حياتي مشتمام. حياتي مشتمام دي النقلة بقى الكبرى. النقلة القنبلة. حياتي مشتمام نزلت في اول ما حصل الحزر. او قبل كورونا بحاجة بسيطة. ده بشهر مثلا او كده. والاغنية دي اول ما سمعتها من اول مرة. انا قلت دي اغنية العام. اغنية نزلة اول ع 2020. او لا سمعتها اول ما نزلت على انغام. فالاغنية دي كانت اغنية العام. فعلا انا اول ما سمعتها قلت دي احسن اغنية السناجة. اعتقد انها في 2020 محدش عامل حاجة اكبر من كده. فعلا يعني. كلماته الحنة عزيزي الشفعي لأنه فيها مفردات ولحن سيد درويش هي ودورك جاي بس يعني الغنيتين دول في العام كانوا معبرين كمان عن الكورونا جدا وكانوا حلوي أغاني حلوة غنيتين العام في رأي عشرين 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 عزيز الشفعي كاتبا وملحنا كاتبا وملحنا وتوزيع جلال حمداوي وأنا كنت مصير هنا أن جلال حمداوي بقى عمل التفرة بتاعت أنه هعمل بصمة جلال حمداوي كتوزيع موسيقي في اللون المصري بشكل جديد يعني وحتى أنا بعد تال كذا حد من صحابي وقتها الأغنية دلتهم يا جماعة ده بالنفس كده يعني صحابي اللي مهتمل بزقوة رامي صبر عمل الأغنية تقلب الدنيا ففي ناسة خائق رامي صبر عمل الأغنية تقلب الدنيا قلت لهم يا جماعة والله الأغنية دي هتكسر الدنيا وروحت كاتب مقال سعيتها على حياتي مش تمامة قلت زي ما أنا رحت داخل شايت من فارغ معاك لازم لازم لأنه تفعلت وتأثرت بالأغنية فرامي صبر وقتها سمع أرى المقال ده فأنا مش فاكرة حاصة ما بعمل حاجات حلوة يعني فالله يعني هو كان واخد على الخطر حابتي بس حقيقي يعني هو حلو بص الحلو بيبني يعني الحلو أنت مش محتاجك حتى تكتب أنه هو حلو وأنا شفت وقتها أنه أنه الأغنية دي يعني شكل موسيقي أولا اللحم بفكرني بألحن سيد درويش الأغاني اللي هي بتاعة 1919 معمول في قالب متطور والكلام نفسه بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة وما بغيبش سيرة مقامنا هواند عناك في الكلام وعمل كافرز لها رامي على العود نزلها على قناته ودائما بيعمل حركة دي مع أغاني لأنه الحركة دي خلي بالك بتبين شرقية ألحانه أو شرقية الألحان اللي بيخنيها أبتر على الفكرة حتى لو مش شرقي فيه غناس ما هي عملها هي دي كانت جالحة مداوي برضو هاوس وبتاع هاوس متقدم جدا عمل لها توزيع أكوستيك على الجتار الأكوستيك بس ونزلها برضو على قناته هو دائما بيحب يسمعك الأغاني بكذا تصور بالضبط ويمكن خير برضو اللي احنا هنجلها لسه هو عنده أدواته فنيا فعنده قدر على رؤية الأغانية من كذا زاوية ومن كذا رؤية موسيقية ليها فدي تحسب لي وفاكر ساعتها فيه كلمة بالمناسبة هو رامي صابري عنده القدرة أنه يعمل ديموهات لأغاني أصلا توزيعية طبعا هو ألحانه بيعملها بدموهات ديموهات هو اللي موزعها عنده استوديو في بيته عنده استوديو بتاعه رامي صابري استوديو كأنه استوديو موزع موسيقي يعني يعني يسجل فيه بصوته ويعمل ديموهات بعمل كل حاجة مش كتير من الملحنين والمطربين بيوزعه لا 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 يعني أوليين جدا وهو وهو من الناس اللي يعني هم اثنين تلاتة مثلا اللي بيعرفوا يعملوا ده حمزة نامرة وهو ومين تاني ممكن كنت أمر عشور مصطفى أمر لا مصطفى بيعرفش مصطفى يوزع يوزع ألبومين ماشي يعني أنا أقصد أنه عدد أوليين جدا من الفانين عندهم القدرة دي مش التنفيذ كمان مش المجرد رؤية تقنيا يعني يقعد على برنامج توزيعه يوزع ويحط بيتسو بنفسه مش بتوجيه فيه جملة في حياتي مش تمام ولقشة على لغة عربية كده أنا عايز أفتكرها اللي هي أنا خصمت الشوارع وأشوف ناس جدي أنا خصمت الشوارع أنا نسمعش الأغاني ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني وليه رغم الكلام ده مفتقدك بشدة كان فيه جدل بينهم كان فيه جدل على مفتقدك بشدة دي لكن وجودها كان حلو أنه أنت بتعمل مفردة جديدة عشان بس الناس اللي بتوعه تقول أصل عزيزي الشفعي بيقول كلام أو بيكتب كلام مهرجاناته مهرجاناته فارغ طبعا مفتقدك بشدة مفتقدك بشدة اه يعني الانتهامات الجزافية دي مفيش أسهل منه وأعتقد أنه حياتي مش تمام كانت بداية لكتب والله هي أبدا والله هي أبدا والله هي أبدا يقول لك ابن الزايدون فيه ناخد كبير بيقول لك عمر دياب بيغني تكاتك وبتاع ابن الزايدون تكاتك عارف نظهر الزحلة نظهر هيقول الزحلة ماتي نظهر هيقول الزحلة ماتي معا لي أنه خلايا نرجع بس العزيز تاني عزيز لا ما بيكتبش كلام تكاتك فبداية حياتي مش تمام دي كانت بداية المرحلة جديدة على مستوى المزيكة عن درامي صبري وعلى مستوى الكلمة كمان وأعتقد الأغنية عملت ولحنية كمان جميلة أول نهى النقريات تاني تعمل حاجات بقى شرقي شرقي يعني بشكل يعني صرف أغاني شرقية خلينا نقف عند مقسوم رامي صابري رامي صابري في مقاسيمه دايما فيها حاجة يعني مش بعمل المقسوم الرتيب اللي احنا هو أصلا مشكلة المقسوم على فكرة هو ليه المقسوم أصبح سيء السمعة كده لأنه هو مش بيتغير في هو نفس الفورن التشكيلة كلمة التشكيلة بدل كلمة الفورن الفورن هو المقسوم التشكيلة بقى ازاي هتعمل المقسوم فكله بيكرر الفورن بتاع حميلي الشعيري أو الفورن بتاع طريق مطخور فبالتالي حصل زهق رامي صابري دايما مقاسيمه فيها أفكار من أول الكلام كله عادي ما بلاش تقولي بتحبيني دايما مقاسيم اللي هي بقولي كتا عالي جالي كلمتين في مقسوم يوناني بس برضو في حاجة مختلفة لحد خصمت الشوارع اللي هي بقى جلال حمداوي سينسايزرز يعني دخل سينسايزرز وإلكترو في صبغة إلكترونية قوية واضحة جدا في المقسوم بتاع جلال حمداوي اللي هو الإقاع واحد الإقاع ده أنا ممكن ننفزه بقالات ممكن عمله بطابلة ورق وممكن عمله بدرامز وممكن عمله بصوت جديد تماما على الكيبورد فسماعت أسواق جديدة فده يحسب لرون وبعدها على فكرة أنا سمعت عنده بقى أغنية اللي هي هتنقلنا لقلبه معاها تبدع أوكي الأغنية بتاعة فاكر نفسك هداية وأنا بحب الأغنية دي جدا 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 وشايف إن إحنا لما نتكلم على معاها تبدع آه يمكن خير خدت حقها قوي قوي وهي تستاهل لكن أنا شايف إنه ظلمت شوية أغنية إيه اللي تظلمت أغنية لا فاكر نفسك هداية فاكر نفسك هداية آه طبعا تظلمت علشان ما خدتش حقها مش فنيا ما خدتش حقها تسويقيا تسويقيا أي كمان غلطت عليها آه يمكن خير يمكن خير فاكر نفسك هداية دي أنا أول مرة سمعتها سمعتها عن درامي صبري ساعة عشرين عشرين أوكي في الاستوديو و و وسمعني اللحن ده والغنوة قلتله أغنية ده هتنجح زي حياتي مجتمع مم فاااا يعني توقف أمام الكلمة قلتله والله وهتنجح ولو ضدتها زي ما انت بتعمل كده جالي الحمداوي الأغنية ده تكصر ده قدأ جوه هدن إني حبتها جدا هو جال الحمداوي ولحن رامي صابري لحن مديان مديان كلمات أحمد علي موسى أعطت قد وهو رامي من الناس اللي عنده حس كده فني بيعرف الحاجة الحلوة انا ساعتها لما سمعتها ديمو بقى هو كان عامل الديمو بتاعها فتوقفت عند الحتة بتاعت فاكري نفسك هيدية انا بياتي بقى مبودة من السماء ومتاسية وقازية زيك زي العمى الحتة بتاعت زيك زي العمى دي الطلعات دي ورامي كان مغنيها حلوة قوي قوي في الديمو اللي عامل وبعتها الجلال حمداوي في وقتها في وقتها انت كان ليك فضل في الاغناء دي لا يا عام ولا ليه فضل ولا حاجة والله ما يشفضل الراجل كان ماخدها مختارها من الاول وسمعها لي بفكرة اللي هو يعني في قعد الدردشة كده يعني فانا انا حبيتها يعني لو هي اغنية وحشة هقول له مش حلوة بس اسمعتها بصوته مسجل الديمو فحلوة الاغنية اصلا الاغنية حلوة اكتر انها لايق على صوته جدا ففاهم انت الفكرة وقال الحمداوي برضو ادها سنسايزرز وشغل الالكترونيك في الاول وهي لحن تحس انه لحن سايد درويشي انا بحب هي بصراحة انا حس شوية ان هو كان متأثر قوي بجملة مونير مراد مع صباح اللي هي روح على مهلك على مهلك روح بس هو طبعا مزورتين مزورتين بس هما المزورت التالتة والربعة حاجة مختلفة بس لحن جامد جدا الحتة اللي هي بنتكلم فيها بقى اللي هي اللي هي مش متأثرة بمونير مراد اللي هي اللي هي الف الثانيو بقى الكورس دي بياتي بقى وفي الاول كورد كوب ليه كورد والثانيو بياتي ورامي صبري صوته حلو في البياتي لما بيغني حاجة بياتي بيقى صوته حلو اولا وعشان كده انا بقول انه البوم معايه هتبدع اللي هو انتجرامي صبري بقى اللي صدر في اخر اتنين وعشرين واول ثلاثة وعشرين هو انضج تجاربه بالفنان يعني وده التطور الطبيعي لفكرة انه الفنان ينضج فنيا ويتقل في مرحلة شافره نضج من فكرة من السناجل خبراك احنا فوتنا غنية مهمة اوي اللي هي شطبنا شطبنا والله دي كانت مهرجان اوي دي كانت البديل بتاعت شكرا لما شكرا خدها عمر الدياب هو راح عامل دي كازا على كبيرة اوي والموضوع انتهى انا حاسم كش تستاهل غنية عادي انا كش لا هو مش حكايتنا تستاهلش هو الفكرة في حاجة انه احيانا بيبقى فيه عشام متبادل ما بين الفنانين وبقى ما بين مطرب وشاعر بس لا بص هو عرف عرف ان اللي بياخد اللي بينفذ الاغنية الاول هو اللي اتعتم والموضوع انتهى يعني اعتقد هالزوبعة ماكملتش اسبوعين اصلا يعني على بعض وتصالحوا اوه شطبنا حلو اوي شطبنا لطيفة اوي حلو اوي التفعيلة دي حلو اوي نسبانوا علنياتهم والتوزيع كان وسام عبد المنع بنفس اصوات شطرة اعتقد هو اللي وزعها او لا وسام وسام عبد المنع بس دي اصوات وسام انا عارف اصوات وسام لان انا بتريتها ازهق منها من كتر ما بيعملها في كل الاغن فهي دي اصوات وسام ان لم تخلني الزكرة وبرضا عمي اللي هي انت في الشتة باريس اوروبا رامي كمان عايز اقولك انه في السناجي القادر يعمل افكار متنوعة ويعبر يعني انه يبقى موجود طول الوقت جنب الالبومات بالسناجي طبعا البوم معايا هتبدع ده من افضل الالبومات اللي صدرت في اول السنة يعني عجبك ايه تاني غير فاكر نفسك هدية ويمكن خير يمكن خير طبعا انت الاصل مفيش زي ومعايا هتبدع اللي بعك انت مفيش فعل نظر يا خابر عزيز وتامر حسين اه عزيز كلام ملحن معايا هتبدع عزيز كلام ملحن وانت الاصل كان عزيز وتامر حسين وعندك لما بيوحشني دي من لغاني الرومانسية واحنا في حتة احنا في حتة تانية اه وانت الاصل وبتفتكرني ساعات انا بعتبر ان لما بيوحشن وبتفتكرني ساعات هما من مكتبة رامي صبري اللي هو اللي لازم يبقى عنده الاغنيتين او اغنية اللي هي الرومانسية اللاتين بوب اللي هو بتاعه اللي تميز فيه طب ليه يمكن خير خطفة الاضواء هل انها مسرقة من عمرو مصطفى ده يعني سبب كاف يعني اي حاجة بتتسرق منها نحن القرن نجاح الاغنية انها تسرق مرحب المصطفى لا طبعا مش نجاح يمكن خير من شهر واحد من شهر يناير ما خرجتش برا التوب 20 في انغامي اغاني بتنزل عليها واغاني بتنزل بعدها ومفيش اي منافسة اه لا بص وتعملت كمان الفيديوهات بقى على تيك توك الناس اللي هما ايه بيبقى سعلان في الاول اه لا واتنا تتت يمكن خير والناس تقطرقص اه انتعرف كمان الفيديو الكوميك بتاعه اللحن حزين والتوزابي اه فيجب لك واحد حزين هنا وهنا وهنا بيورقص الاغنية لا الاغنية حلوة طبعا الاغنية حلوة جدا لحن حلوة قوي لحن جميل وكلام الفكرة الكلام بتاع التحول من من الندم والزعل والعتاب لو يمكن خير بقى ويعني ايه نتبسط بقى ونفرح فلا الاغنية نكحت بشكل كبير جدا مش عشان احمد علي موسى برضو يعني عارف انه يكتب على اللحن بطريقة رشيقة قوي على قد ما قلبي وجعني وانا شايفك جيت بص الكلام جاي ببعضه طريقة الكلام وكمان فيه نقطة مهمة اوي الفوناتكس بيفرق فوناتكس بتاع الكلام بيفرق في حلوة اللحن يعني فيه حد تاني مثلا بعمل لحن بيقولك في ايه مستغني والحب دغدغني وزغزغني والغن دي تتعب تقيلة جدا فيه حروف تقيلة يعني انا بصراحة مش عارف ازاي امان باجت امر عمل حاجة زي دي يعني والمشكلة انه على صوت وحش لا انا عارف ازاي وعلى صوت وحش والراجل اصلا صوته وحش يعني بصراحة برضه يعني استغني وضغضغني يعني فهم انت حتى الاداء كانت تحس انه عنده انفلوانزة وبيغني لكن انه الكتابة احيانا فيه حروف بتبوز اللحن وحروف بتنور الكلمة وده كان متوفر في الوادية يمكن خير انه هو الكلام نفسه الحروف اللي بتتنطق مفرداتها صح صح والله والدخلة كمان حلوة قوي احمد حسين لعب جيتار وانه هو بدأ بدأ كده بدأ الاغنية كده خبنا برضو تبدأ الاغنية ازاي احنا طبعا في حلقة الحلقة اللي كنا عاملينها عمولا حنقار عن عمر مصطفى اتكلمنا على موضوع يمكن خير وشرحنا فاللي عايزة كماعي يعرف الشرح الوافي الفرق ما بين اللحن بتاع الاغنية دي واغنية يمكن خير واغنية رأسة اللي استاذ عمر مصطفى يدعي انها مسؤولة اللي احنا عرفناها اصلا بعد يمكن خير تقريبا يعني احنا عرفنا قوليت رأسة بسبب ان هو طلع قال انه اتخذت من يمكن خير او يمكن خير اتخذت منها بس فيرجع للحلقة دي هيلاقي الشرح الفني الكامل للفروق الموزير بقى والقصة دي كلها بالمناسبة هي فكرة حلوة اصلا ان هو لحن احنا قلنا ان هو مش لحن جديد قوي يعني يا غايب لما تسأل وعمر خيرت ولو كان بييد اختارك ثانية بدري واجيب اصبارك كان فرق كتير فرغم ان انت هو اللحن نفسه هويته مش جديد قوي هو مش مسروق طبعا هو في فرق في الموزير بس رغم ان هو مش جديد قوي لكن انت عايفت توظفه بطريقة سليمة انجح من كل اللي فات وتبدو انها جديدة ده فن بقى هنا بقى انت بنتكلم ان رامي صابري عنده خبرة في التوزيع وبيوزع اصلا فعنده رؤية موسيقية ان هو يقدم حاجة ممكن تكون مش يعني مستهلكة بس في اطار جديد جدا ونجح بالشكل الفظيع والاغاني برضو من الاغاني المميزة في الالبوم ده معايا هتبدع نفسها كلامها حلو قوي واللحن نفسه حتى المقسوم بتاعها ممكن يبقى مقسوم المصري قوي مش مقسوم جلال حمداوي بس المقسوم المعظم اللي احنا بنقول عليه هو بتاعتميم الشغل اللي هو اللي فيه شكل للأصوات بتاعت البيز والبيت والإقاع فيه يعني واضح مرسوم تحس انه مجدود قوي وعزيز شفعي عزيز شفعي من من الحاجة الوقورة قوي اللي هي خصمة الشوارع اللي هي فيها كلام فصحة اللي معايا هتبدع الكلام اللي هو برضو خفيف قوي وسهل وكمان كنت أعمله أغنية اسمها قاعد مع نفسي الوحدي وبفكر ايه الزنب اللي انا ازنابته والمفروض عنه وبكفر دي كانت مستناجل مرحلة من سنة برضو عزيز شفعي كلماته ألحان برضو من الأغانية الحلوة جدا انا شايف انا ما خيرتش حقها الاغنية دي هو كمان عايز اقولك فيه مجموعة سنجلز كتير هي مثلا هي لي مت هدية فقتي مت دنيا دية دي منا مظلومة ورد ألحان رامي صابري وكلمات نادرة عبد الله وعن فكرة بالمناسبة كمان فيه نقطة مهمة جدا بخصوص رامي انه اللي حصل مع رامي اخر سنتين كمان النجاح يجيب نجاح انه رامي بقى من اهم المطربين المطربين في الخليج يعني في حفلات الخليج والسعودية حفلاته مع السعودية في روبي اه اه وحفلاته في الخليج عمومة من قبل حتى روبي من قبل دويته اللي عمله مع روبي اللي هو دويته اعلاني يعني انا شايف انه هو مش حاجة ايه ما هتوقفش امامها كثيرا في مشروع رامي يعني هي جزء من شغل بيتعمل على مستوى انه بتعمل حاجات دعائية واعلانية وغير وغير لكن هتكلم على انه انه رامي بقى من الناس اللي عندها جماهرية كبيرة جدا في الخليج فاكر لما قلت لك ان احنا حفلات الخليج وحفلات السعودية عادة اكتشاف تابر عشور ورامي صبري بس انا احنا عارفنا قيمة وحجم ووصولهم للجمهور هناك رامي من الناس اللي بتعتبر فئة صفة اول في المطربين اللي بيتطلبوا في حفلات السعودية وفي الكويت وفي الخليج من حيث الاجر ومن حيث القيمة والاسم والتذاكر بتتباع وحفلات ضخمة وزي ما انت بتشوف الناس حفظة كل الاغاني فاحنا برضو علشان ايه احنا كان عندنا مشكلة هنا في مصر انه بيتم الترويج طول الوقت لأسامي معينة ثلاثة اربع عسامي انهم هدول النجوم احنا نجوم العالم وما فيش حد زينا فاهم يعني فكرة انتوا من يملكوا الصوت الاعلى في انه يقول ان انا اهم واحد في الناس اللي موجودة فاهمت الفكرة اللي حصل انه لما في مطربين تانيين ورامي صبري من اولهم خدوا الفرصة انه هما يطلعوا برا مصر فحفلات لانه السوق كان عندك الاول على فكرة هو لبنان والمغرب وتونس قبل الانفتاح الثقافية والفنية حصلت في السعودية السوق كان عندك لبنان وتونس والمغرب والجزائر والمنطقة دي تحديدا حفلات المطربين مصرين في تونس والمغرب والجزائر بيتحكم فيها مجموعة من الاسابيع عشان بس اكون واضح وبقول تفاصيل يعني بيتحكم فيها مجموعة من المتعهدين ومنظمين ومديرين المهرجانات فالموضوع بيبقى فيه محاباة لا ده هقول أكتر من محاباة فيه اتفاقات مالية وفيه تصبيطات بتحصل وفيه انه مطرب مثلا اجروا احد المطربين المشاهير جدا في الجيل الجديد كان بيبقى اجروا مثلا مئة ألف دولار وكان بيروح يغنف مهرجان في المغرب بستين ألف دولار عمولة مش هقول عمولة بس هو بي هنزل أجري بس هتقولوا ان انا الأعلى أجر والأعلى حضور جماهيري والأعلى مش عارف ايه مقابل ان انا هجيلك بنص أجري عشان ابني شعبية هناك طب التعامل الاعلامي بتاع رامي صبري مع الصحافة وإيه رأيك فيه بس هو رامي مش من الناس اللي مهتمة قوي بالنوي يعني يروج لفكرة انا نجحاتي عاملة ازاي بس هو برضو مش شخصية ومش صدامي مش بيهاجم الصحافة مش صدامي بس مش مسالم قوي برضو يعني مش الدبلوماسي اللي بيطلع لا هو برضو يعني بيدك اكتاف قانونية سعاد ممكن ممكن بس يمكن انا مشتمر عشور يعني بس انا شاهدتي هنا تبقى مجروحة لسبب لانه انا اعرف رامي يعني يعني فيه علاقة مع رامي وأنا بحترمه على المستوى الفني وهو بيقدرني على المستوى المهل يعني فشاهدتي هتبقى مجروحة في علاقته مع الصحافة لكن انا ليه تجربة مع الراجل لا انا قصدي مش مع الصحافة ان هو بيتعامل مع الصحافة ازاي قصد بيتعامل ازاي تصريحاته يعني يعني مثلا كان ليه معارك اه تصريحاته الاعلامية هو طبعا يعني راجل من الناس اللي مش مهادنة ومش بتطلع تجامل طول الوقت خالص مش دبلوماسي خالص وده بالنسبة للصحافة والميديا حلو على فكرة انه راجل مواجه يعني بيعرف يواجه فكر أزمته مع ويجز آه طبعا بس عايز أقول لك حاجة كلام رامي صبري كله علمي جدا معاني يا فلمية كل الكلام اللي قاله في موضوع ويجز سليم فنيت المشكلة يا أمجد انه احنا بنروج لمفاهيم غلط في الميديا تتعلق بالمزيكة والناس عشان مش فهمها فبنتساء بقى وراء الجحافل الفانز واللجان والفنان اللي شعبيه اللي اطلع اقول ما احنا عارفين الموسيقى بتتعمل ازاي وانما اللي بيطلع يتكلم علميا الناس ما بتفهموش عشان كده الناس بتهجموه فالناس بتحب تستسهل وتسمع الكلام السهل الدبلوماسي بس هو بصراحة مش دبلوماسي وانا بيعجبني انه هو عنده بالمناسبة كمان يعني ممكن حاجة دي برا الفن شوية بس انا عجبني موقفه من أصالة مثلا وهقول ليه انا عصلا شايف موقف أصالة ازاي بس انا حاسس ان الانترنت خلانا في الفترة الاخيرة كده نطبع مع فكرة ان انا بنشوف اصحابنا بيتشتمو ونسكت هو كمان فيه تاريخ بينه من أصالة وعشرة كبيرة عمل وغنية دوتو مع بعض مش فاكر ليك كانت بالأغاني اللي نكحة جدا لا اليوم ولحن لها وهو هقولك حاجة فيه فيه حتة جدعانة كده وبرضه فكرة تحدي الانترنت انا الانترنت انا مش هبقى عبد للانترنت انا بحب الناس اللي بتحبش تمشي مع الرأيجة بالزبط حتى العافية لو موقفه غلط مش مشكلة بس سلتا اخد موقف صاحب موقف بتاعه وحاجة جدعانة جدا ان هو يوف مع صديقته يعني فكرة انه ان البني ادم يبقى عنده زي بوله كده امتنان لصحابه وجدعانة معاهم ورح لها الحفلة بتاعتها اللي هي رح حضر الحفلة قد تبدو برا سندها مساندة كبيرة وغنى معاها المصر على مستوى انساني فيه ميزا فرامي صبري بوجود ان هو الراجل عنده متنان دايما للناس اللي كانت شاهدة على بدايته يعني حد دلوقت بيشكر في عامر مونيب بيفتكروا دايما في كلامه لا لا بيعايت ساعاته ما بيتكلم عنه يعني ساعاته ما شفته في الفيديو كان بيعايت اول ما جابه اسم عامر مونيب قاعد يعايت ما هو فكرة انك بعد عشر سنين من موته دي بتباين انك بالأدم عندك اصل يعني بصراحة انا بشوفها كده فهو جدع انا حاس ان هو جدع يعني مواقفه خلينا نقول ان مواقفه معه في الوسط الفني مع اصدقائه مع الناس اللي ليهم عشرة معاه وافضال وحاجات كتير لا الراجل مواقفه واضحة جدا وعجبني على فكرة انا هقولك حاجة بصراحة انا عجبني رد يعني هو رد بصراحة عليه رد علمي لا رد عليه رد علمي ورد تمام وصورة يعني الهالفاتة اللي وامر مصطفى بعملها للنهار دي يعني بصراحة بقت حاجة يعني مملة وفكرة انا كل شواء قطع هدومي على حد يعني فهم انت الاداءات دي واستغلال ان الناس مش فهمة في المزيكة اوي الناس مش فهمة فاطل عقول اي كلام واصلا انا مسروق مني وانا اعظم واحد عارف انت الناس اللي بتقعد الزن على الودان وانا عملت انا عملت وانا بتسرق وانا وانا يعني الموضوع بقى سخيف قوي وانا عجبني ان رامي صبري دخل عليه دخلة يعني جامدة بصراحة ده هو يعني انا احتراما ليك والعيالك والمش عارف ايه وبتاع الكلام ده اه بجد لانه انت بطلع بتقول عليها حرامي قدام الناس وعن الجهل لا وفكرة ان انا دارس موسيقى تأليف موسيقي بس فيه ناس برضو فسروا التصريح غلط يعني بس هو لا هو معها هو درس تأليف موسيقي ده فعلا يعني معناه ان هو زي عمر خارط واسر عبد الرحمن مش في ان هو بيعمل حاجات زيهم ولكن في انه يعرف يعمل حاجات زي عنده الدراسة او الدراية والعلم اللي يخليه يعمل حاجة زي كده انا مينفعش اقارن واحد بيلعب كردين تلاتة عالجتار وطلع في برنامج كان قاعد بيسنك في الكرد مش عارف يصبت الكرد بتاعه اه في برنامج طلع فيه فيديو منتشر جدا انه هو موزيعة بتقوله العاب لي حاجة على الجتار اه برنامج التاسعة ما بقى برنامج التاسعة بقى جهة قال لها انا اسف مش عارف اصبت الكرد التون بتاع الطبقة فهتيجي تتكلم مع واحد دارس موسيقى يعني دارس في كلية اربع سنين واكاديمية في نون ودارس تأليف موسيقي فهتقعد بقى تقوله واصلا وكان في برنامج مع عمر الليسي من ثلاث سنين رامي صبري كان مع الارج وعمر الليسي بيطلب منه يلعب الاغنية على الارج كان بيجيب الكردات بالمناسبة بالمناسبة انه الثقافة الموسيقية ده يعني منخص ما يمكن نتحدث فيه عن رامي صبري وتجربته الموسيقية حد مهم جدا هاي اه طبعا فنان مهم وفنان عنده جمهور وفنان عنده هوية موسيقية ما خدش حقه اعلاميا ولا نقديا زي ناس كتير جدا هو خد حقه اعلاميا بس اختزل في مناطق كده اللي هو عمر دياب الشبه من عمر انه هو واللي عارف انت تذكر حطة عمر دياب لما بتنزل دايما يقولك التذكرة اللي 100 جنيه دي هيشغلونه مرامي صبري على فلاش بص هو الشبه على مستوى الشكل منوش زنب فيه الشبه على مستوى الشكل ده منوش زنب فيه بس هل هو بيغني زي عمر دياب كصوت لا هو اخذ عرب عمر دياب لا هل هو حتى كمان على مستوى بسوق الجنرى الجنرى انت كلها بتغني بوب الناس دي كلها بتغني بوب وبتطور فيه وهو المسألة المقارنة دي اعتقد ان خلصت من زمان يعني الافيد يعني واحنا بنذكر الحلقة دي اصلا عادنا اكتشاف رامي صبري بشكل خلانا نحبه اكتر والله يعني انا ما انا بذكر الحلقة ايه دا انا مش لها اغنية وحشة بالضبط مفيش اغنية وحشة رامي صبري مفيش اغنية تقدر تلومه عليها انه هي اغنية مسفة ولا حتى تقدر تقول انه الراجل دا شبه تجارب تانية في الوسط برضو حتى لو كلهم بيغنوا من جيله حتى لو كلهم بيعملوا بوب حتى لو كلهم بيغنوا الاغاني المقيل انها الاغاني الكميرشال وقتها لكن لا هو مختلف يعني عنده هويته وعنده شخصيته الفنية وهو تصادف بص موضوع عمر دا تصادف ايه في الوقت دا كان فيه المعركة اللي ما بين جمهور عمر ما بين جمهور محمد فؤاد كانت فيه اواخرها يعني حصل انه في وقت ظهور رامي صبري ورامي شبه عمر وبيغني حبيبي الاولاني وطارق الاريان كان بيقول لهم الحركة دي لا 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 حتى ما كانش بيعملها بس يقول فكرة في ايه في الوقت دا في السنة دي في اللحظة دي ظهر مطرب اسمه محمد كمال بيقلد محمد فؤاد بس دا كان رجل بيقلده يعني نفس الصوت ولا انسى افيه شهير لأحد الخبثاء الخبثاء لما قال يعني حتى اللي بيقوله انه هو نسخط عمر دياب شكله ابن ناس محمد فؤاد شكله وكذا يعني فده كان افيه يعني ساعدة اتصرب في الاوساط الفنية لكن لا يمكن اختزال رامي صبري في الشبه وحتى الرجل يعني زهق من قطرة البرامج اللي بتقعد تسأله على عمر دياب واللي تقعد تتكلمه على عمر دياب والموضوع انتهى من يعني دا كسل من المعدين قوي اه طبعا اللي هو انا باخد من على الوش الرجل دا بيتقال عليه كذا او يتقال عليه كذا فاقعد بقى ايه اقعد عصور في الحتة دي عمال على بطال قال لي ايه انا هعمل ايه هعمل اجابات ساخنة يعني فاهم انتهى هو عايز المنشت وده فراغ انه انا بقول انه يا جماعة لما بنيجي نعمل برامج مع فنانين اتمنى انه اللي يعدها يبقى حد بيفهم في الفن اللي يعد يبقى حد بيفهم مش صحة في فن بس لما هجعمل حوار مع مطرب فانه اللي يعمل الحوار مع المطرب يبقى معد بيفهم في المزيكة بيفهم في المزاكر تاريخ الموضوع وراجع للارشيف ومزاكره والموزيع ملتزم بالاسئلة اللي بتتقاله لانه مش كل الموزيعين نقاض موسيقيين ولا كلهم صحفيين يعني في ناس كتير بيبقى على الله حكايتها يعني برد عشان نبقى موضوعيين فحرام انك انت تجيب ضيف عنده شغل عنده شغل موسيقي وفي الاخر طول تتكلم معي عن خناقتك مع فلان وبيقولوا انك شبه علان واصل فلان دخل عليك في الفرح مسلمش عليك وانت قال له الزكا حبيبي يعني بص تفاهى والله العظيم تفاهى تفاهى إعلامية انا قاسف ان انا بقولها يعني انا مش بقلل من حد من الموزيعين او الناس اللي بتعمل ده بس يا جماعة انتو بتبيعوا للناس حاجة غلط الفنانين دول بيطلعوا برا مصر بيبقى المسارح مليانة بالألافات والناس بتردد أغانيهم والناس بدل ما نتكلم ونتناقش معهم في فنهم قاعدين تتناقشوا معهم في إخناقات علشان تبيع احنا بنصدر انت بقالك سنة يا أمجد انا ما شفتش برنامج جاب مطر بتكلم معاه في الطرب المزيكة ولا تكلم معاه في المزيكة من اول شكل حارة لغاية حبر سري لغاية ألم في المصدر الجريئة والوحش والجريئة اللي عضها الوحش والوحش الوحده من غير الجريئة لا ايه ده هابل يا جماعة اعملوا كده مع الممثلين يا عم ماشي براحقكم اي حد بيعرف يتكلم في التمثيل لكن في المزيكة تجيبوا مطربين قاعدين بتتكلموا معهم ملحنين ملحنين وشعرة وبيستخنوا ملحنين على بقى اه يعني في برنامج كده قايم على ان هو يجيب ملحن يشتم الملحنين التانين ويجيب الملحنين التانين يردوا عليه وبعدين هو يردوا الرد تاني لا وبقى في حاجة مجننان بقى الجامعية بقى لا 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 في حاجة مجننان في حبر سري اه قول لي الفورمات بتاع كل فقرة في البرنامج يختلف عن التاني ايه غير انها انا بشقلبه من على الكرسي واخليه من الدين يدهري السرق واروح مقعدوا على ترابيسة الصفرة اللي عاملها هناك دي والله ترابيسة الصفرة وبعدين اخده في الحد شيز لونج بقى طب ايه المختلف انا راجل معد بقى لي 22-23 سنة ايه المختلف في الفورمات اللي انت بتعمليها او اللي انت كمعد بتعملها بين كل فقرة والتانية غير المسميات اللي هو ايه في فقرة كده اللي هو ايه ضحك وايموجي ولا بتاع فيه المسمة بتاع الفقرة ملوش علاقة اللي بتعمل فيها غير ان انا بجيبه على الكرسي الكبير اللي شبه عشر باسمنا عندنا فقرات بتعادوا على الكرسي اللي شبه كرسي قصر الكباب جده اللي هو المنجد ويدي ضروا ليها وطقفوا وراه وتقول له انت على فكرة عمرو مصطفى بيقول ان انت بتقول عنه مش عارف ايه والفنانين بيقعد اللي هو الراجل اللي بيبقعد هارد عليك اقول لك ايه يعني بصراحة والله وانا شفت حلقة لا لا انت كده دبلوماسي شكلك انت كده دبلوماسي ارجوك انا عايز امشاهدات ارجوك اديني ترند بس عشان انا اعمل الميت مليوم وشكل لا سخاف ده مش ده لوحده ده يعني الاسئلة اللي كانت بتبقى موجهة في برامج تانية مثلا برنامج شيخ الحار ده اللي هو السياتير يا رب اللي هو اللي هو انا هجيب محمد فؤاد وهخليه شغالي الاغنية فعيط والموزيع هو ليجري ويسيب الستوديو مش تضيف ده كان مشاهد محرج جدا انا بقى عايز اقول لك حاجة انا عارف العمل النمرة دي وبقول له بجد قلشت منك يا استاذ يعني انت مفترض ان انت بتفهم في الاعداد كنتش تعمل اللقطات الموضوع علب بسف يعني اللقطات محرجة جدا اللقطات اللي هو لا كوميدية يعني انا موزيعها من كتر الكوميديا حاسب الاحراج يعني هعيط على اغنال محمد فؤاد وحوم احنا بنهرج هو بيغني بلاي باك اصلا بلاي باك يعني ما انت عارفة الاغناء انا اسمعنا الاغناء يا ابنكا انت بتاعتي ليه ها هو انت مشغلينها اوديو نمرة قديمة قوي حركة قديمة قوي للتعامل الدين اه لازم الاعلام وكامل بقى من الحركات احنا طلعنا بررامي صبري خلاص اه برضو احنا في اطار ان الاعلام الاعلام بيسطح الاعلام بيسطح المحتوى الموسيقي تحديدا اه مش الفن يعني هو بيعافي كلمة مع الممثلين علشان طيب الكلام معان انت قلت قبل كيها جملة حلوة في حلقة تعلم قلبي انا فاكرها السينما اللي هو ممكن اي حد يعبي مقالة عن السينما اه اه بالضبط لكن المزيكة مش اي حد يعرف يتكلم في المزيكة ده بالضبط انك انت لما تيجي تتكلم في المزيكة بص اول حاجة بتتقالك لما تيجي تتكلم في المزيكة لا انا دارس يعني يقول لك الصحافة مش فاهمة في المزيكة اصل كلهم عاملين من كده فيه ناس الاسكاية بتحاول يطلع من ده وده حقيقي عندهم خط ان انت هتيجي تتكلمني في المزيكة وانت مش دارس هتقول اي كلام صح فاهمني او معندكش زوء ففي الاخر احنا عندنا بقى عندنا ناس بتقولك مقسوم وستايل مقسوم وستايل مقسوم وستايل يعني اخيرهم يقولك كده ايه الستايل طيب ايه الستايل يظل хоть ايه الستايل على فكرة فيه مترب كبيرة واويا هاني شاكر هناك انا هقولها نا قفيه وجاءاتك لا انا دبلوماسي هاني شاكر ميره اي未 Dare وما ميره اتلع في حوار ففيقول ايه انا عامل اreensاية جديدة ليستايل هاني شاكر بيقول الستايل ده سعد السغير بقول الستايل يعني مع احترامل سعد السغير قول الجندرة انت هاني شاكر بجلال اتقدرك مع حكم الاحترامة طالع تقول لي انا اعمل اغنية جديدة عارفت برضه أغناء دراما كلام ما روش عارقه بالمزيكة أغناء دراما أغناء دميك أغناء ستايم أغناء دراما يعني عارفت بالطريقة دي بتاع كتابها وصمها أنا روكاشة أغناء دراما ملحمة دي ملحمة هنا ملحمات فعلا التعامل الإعلامي مع المحتوى الموسيقي فيه ركاكة وفيه إصطناع وفيه تفاهة آه جدا وإيه للتخصص إيه للتخصص وتفاهة جدا جدا أنا أتمنى أن رامي صبري ما يتعاملش مع الإعلام أنا أتمنى أن رامي يفضل ماشي بالطريقة اللي بتعامل بيها دي بفكرة أنه وجودك يبقى ليه علاقة بأنك بتتكلم على شغلك وهو حقيقي بيحب ده يعني بيحاول إقدم نفسه بده ويكمل جميله في تقليد عمر دياب وما يطلعش في الإعلام اللي احنا بنتكلم عنه آه وده من الإعلام اللي بيعود يقول لك خلاص أنا مش عايز الإعلام اللي بيقول لنا بقى قلتوا في كل حاجة بقى آه بصبت يعني آه والله صفنا بصبت جدا بالحلقة دي حقيقة وأستفدت كتير بالحاجات وأنا استفدت وبصبت جدا بالدردشة معاك يعني وإن إحنا اختقرنا مع بعض الأغاني الحلوة اللي عملها رامي صبري طبعا فنان كبير جدا ويعني عندنا فنان تقيل أو في المزيكة يا جماعة حقيقي وراء مصنع الأغاني استنوا الحلقة الجاية